ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله كان الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين إمام الأتقياء العارفين سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وقرة أعيننا محمد النبي العالمين العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص في القول والعمل اللهم جعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده ميمونا ولا تجعل فينا شقيّا ولا محروما وصلي يا ربي وسلم على نبينا المعلم praise be to Allah and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad and his kind earl and companions I ask Allah tabaraka wa ta'ala to grant us the sincere intentions and the proper comprehension insha'Allah everyone among us in his heart he will do the intention that he's attending this session for the sake of Allah so he will have the reward from Allah tabaraka wa ta'ala أما بعد يا أحبابنا الكرام بعد إخلاص النية لله تبارك وتعالى نقول متوكلين على الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا هلأ إن شاء الله نحن دروسنا في هذه الدورة المختصرة حتكون دروس تغير الحياة إلى الأحسن إن شاء الله تعالى مهما كنت بلغت من الحال الحسن يوجد دائما مجال شو للتحسين ما هيك ولا لا ولا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة فإن شاء الله حنذكر لكم بعض المواضيع التي من شأنها أن تغير حياتكم إلى الأفضل بإذن الله طبعا هذا إذا يعني حصلت البركة ودخل هذا العلم الشريف في قلوبكم والتمستم منه البركة ووقر في قلوبكم حياتكم تتغير نحو الأفضل إن شاء الله تعالى أول موضوع حنذكره ألا وهو أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن شاء الله in this دورة we're gonna mention some subjects that will change your life positively إن شاء الله that will better your life بإذن الله تبارك وتعالى that is of course if the blessings of what you are hearing has an effect by the will of Allah in your heart الله سبحانه وتعالى said in the Qur'an وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها which means if you want to count the blessings and the endowments that الله تعالى granted you you won't be able to count you won't be able to count الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى وأمرنا الله تعالى أن نشكره عليها كيف بكون شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم بأن لا يستعمل الواحد منا هذه النعم في معصية الله الله تعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا نستطيع عدها والله أمرنا أن نشكره على هذه النعم والشكر كما تعرفون شو قسمين ما هيك ولا لا الشكر نوعين شكر مندوب مسنون ليس بواجب وشكر واجب هو فرض الشكر المسنون المندوب هو أن يقول بلسانه الشكر لله هذا من نفرض علينا أن نقول الشكر لله بعد من نشرب بعد من ناكل بعد من نام بعد المرض عند حصول الشفاء أن نقول الشكر لله هذا مندوب هذا سنة أما الشكر الواجب هو أن لا نستعمل نعمة الله في معصيته من نعم الله علينا العين لا نستعملها في معصية الله القلب لا أستعمله في معصية الله البطن لا أستعمله في معصية الله هذا هو الشكر المفروض هذا هو الشكر الواجب So Allah تعالى endowed upon us many endowments Allah granted us many endowments and Allah سبحانه وتعالى يعني ordered us to thank him for these endowments and thanking Allah for the endowments is divided into two types one type is obligatory and one type is recommended okay is optional the recommended optional thanking for Allah سبحانه وتعالى or thanking to Allah سبحانه وتعالى is you saying in your mouth with your tongue I thank Allah saying I thank Allah is not obligatory to say I thank Allah after you are relieved from your sickness you say I thank Allah this is not obligatory this is optional this is recommended this is recommended for example you ate الحمد لله you drank الحمد لله you say الشكر لله it's not obligatory it's recommended the second type of thanking Allah is obligatory the obligatory thanking to Allah سبحانه وتعالى for the endowments is not to use these endowments in what Allah سبحانه وتعالى made haram يعني not to disobey Allah by these endowments Allah سبحانه وتعالى endowed upon you the eyes you don't use them to show gaze the haram Allah سبحانه وتعالى endowed upon you the hand you don't use it to disobey Allah سبحانه وتعالى Allah تبارك وتعالى it downed upon us the stomach we don't use it to disobey Allah this is the obligatory thanking to Allah سبحانه وتعالى for the endowments وشكر الله تبارك وتعالى يا أحبابنا على النعم سبب للزيادة في الإكرام شكر الله على نعمه سبب في الزيادة شو بالإكرام الله تبارك وتعالى يقول لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ الله تبارك وتعالى سيد عند القرآن لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ which means if you thank Allah for his endowments as Allah orders you Allah سبحانه وتعالى will increase his endowments upon you واضح هذا الكلام وكمان من ناحية أخرى من ناحية أخرى المعصية المعصية هي سبب في الحرمان المعصية سبب في الحرمان الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم بعض العلماء شو قالوا قال الله تعالى لا يسلب الإنسان النعمة لا يزيل النعمة عن الإنسان إلا إذا لم يشكره عليها فيتغير الحال من حسن إلى سيء وكثير من الناس هون سبحان الله غافلين مثل ما بيقولوا بالبي باي تراه كان عنده مال كان عنده صحة فلم يشكر الله سبحانه وتعالى الشكر الواجب على المال وعلى الصحة فالله تعالى يزيل عنه النعمة فبيكون غافل لدرجة إنه بيجي لعمد الشيخ وبيتبجح بيقول لك فلان أبو محمد أو أبو عمر أو أبو فلان طرقني عين بيتبجح بيقول لك فلان عمل لي عمل أنا أظن إنه فلان سحرني ولا بيجي بباله أدمنه غافل إنه هذا من شؤمي معصيتك يا غافل أنت لأنك تارك صلاة لأنك شو تركت صلاة ويجب عليك مثلا الله بتلاك بإزالة هذه النعمة بس ما بيخطر بباله أدمنه غافل بيقول لك فلان طرقني عين لا كثير من الأحيان بيكون إزالة النعم عن الإنسان المسلم بسبب شؤم معصيته المعاصي لها شؤم وما دايما هيك أحيانا الواحد سبحان الله بيكون غني ثم يفتقر بلاء من الله سبحانه وتعالى ويكون على حال حسنة ليزداد صبره فيزداد ثوابه فتعلو درجته عند الله سبحانه وتعالى فكل واحد يعرف نفسه يعني إذا أنت شنهار نمت بدون ما تصلي العشاء إذا شنهار ما صليت صليت واجبة ثم تاني نهار أكلتكت أدراسك ما تقول فلان سحرني قول هذا من شؤمي معصيتي فهمت هذا الكلام إذا شنهار عصيت رب العالمين بأن تركت صلاة مثلا ثم تاني نهار علاقة أنت وزوجتك أو حتى أخلاق أولادك تغيروا معك أو أخلاق الناس تغيروا معك هذا أحيانا بيكون من شؤمي معصيتك سبحان الله العظيم المعاصي لها شؤم فكل يعرف نفسه واضح هذا الكلام فإذن الله سبحانه وتعالى سد لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ If you thank الله سبحانه وتعالى as Allah تعالى ordered you this will be a cause for the increase in what in the endowments you will have more endowments because you are thanking Allah for the endowments that Allah تعالى granted you and sometimes also what happens is that doing the sin يعني disobeying Allah سبحانه وتعالى has a bad omen شؤم bad omen من الله يعني كيف يعني sometimes everything is cool with you you have ما شاء الله money you have health the kids are acting properly and so on and so forth and then you see that سبحان الله تعالى يعني you lose your money or you lose your health sometimes it is a bala from Allah that is good for you but sometimes depending on your state يعني in the judgment of Allah but sometimes Allah سبحانه وتعالى will transform health to sickness Allah will change your status depending on what you are doing from the sins some people they have money they sin they use this money in the haram Allah سبحانه وتعالى make them lose their money and some of them are far from piety to the point that they will come to the sheikh and they will say ya sheikh Abu Umar or Abu Muhammad or Abu Hamza gave me an evil eye I lost my money I lost my health maybe someone is is doing sorcery for me someone is doing magic for me and it doesn't cross his mind that what is happening to you is because of the bad omen of you disobeying Allah سبحانه وتعالى المعاصي لها شؤون المعاصي شؤون لها شؤون سبحان الله so you know from yourself if someday for example you sleep without praying the عشاء or sometimes for example because شب عرفني you are having fun somewhere or you are traveling somewhere so you don't pray the obligatory prayer and then سبحان الله in the same trip or next day or after two days you lose your money or you have a ticket at drasak ترجمة at drasak بارك الله فيك أيها